نهضة مستدامة وتنمية شاملة يشهدها المجال الاقتصادي في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال جملة من السياسات والاستراتيجيات الحكومية البناءة التي كان لها الدور المباشر في وضع الرياض على خارطة أقوى الاقتصادات في العالم نعم ريم فالمملكة العربية السعودية حرصت وعبر رؤيتها على مراعاة جميع الوسائل والأدوات التي أسهمت في التقليل من اعتمادها على القطاع النفطي وقيادة موجة جديدة من الاستثمارات المحلية والعالمية مع التركيز على الاستدامة كمحور أساسي في تخطيط وتأسيس البنية التحتية المثلى لأهم المجالات الحيوية في المرتبة الأولى لأعلى اقتصادات الشرق الأوسط قاطبة تستقر المملكة العربية السعودية مدعومة بجملة من الأرقام والمعطيات التي تدلل على عظم اقتصادها وقوته إما من خلال ما تتمتع به من ثروات نفطية هائلة تؤهلها دائما لتكون البلد الأكثر إنتاجا للنفط عبر منظمة أوبك العالمية من جانب أو من بعد إطلاقها للعديد من المشاريع التجارية وتتشينها لحزمة من الإنشاءات الضخمة من جانب آخر وهو الأمر الذي لفت أنظار شريحة واسعة من المستثمرين وأصحاب الريادة محليا وإقليميا وعالميا لتسارع الشقيقة الكبرى إلى تدليل كل الإمكانات المتاحة للتسهيل على الراغبين في الاستثمار فيها وجعلها الأنسب لنجاح أعمالهم والأجدر لاختصار الوقت في تحقيق ذلك المملكة العربية السعودية ومنذ تبنيها لرؤية عشرين ثلاثين بادرت إلى تنفيذ حزمة تغييرات بوتيرة متسارعة فبمجرد انطلاق بعض مشاريع التحديث لا سيما تلك المعنية بتنشيط السياحة أضحت المملكة في مرمى الكثير من الأعين التي ترقبها حول العالم فالرياض استطاعت بحنكة قيادتها تسريع الخطوات نحو المستقبل ورؤية ملامحه بوضوح قبل حلول الأواني لمجيئها فهي من خطط خطوات حثيثة في تقليل الاعتمادية الكبرى على البترولي ومشتقاته كمصدر شبه مطلق للدخل الوطني بين ثنايا أهم المشاريع الاقتصادية والسياحية في السعودية والتي غدت لأن تكون جاذبة للاستثمارات الأجنبية قبل المحلية تحكى قصص الإنجاز على ما تحقق فهو مشروع القدية الترفيهي يأتي كفصل هام في القصة التي تستحق أن تروى وهو مشروع ستصل تكلفته إلى ثمانية مليار دولار ليكون موطنا لأكثر من ثلاثمائة مرفق ترفيهي وتعليمي لتنتقل بنا حكاية النجاح إلى الإفصاح عن مشروع نيوم الذي أطلق عام 2017 من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي تصل قيمة إنشائه إلى خمسمائة مليار دولار حيث من المتوقع أن يكون حاضنا لمناطق مخصصة للتكنولوجيا والتقنيات المستقبلية على أن تضم القرية الإنشائية للمشروع مناطق خضراء شاسعة إلى جانب العديد من المرافق الرياضية مشروع البحر الأحمر للتطوير هو أيضا يبرز كواحد من أهم مشاريع المملكة العربية السعودية العملاقة والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط من حيث تكامله بين المنتجع الترفيهي ومتعدد الاستعمالات إضافة إلى أنه من المتوقع أن يكون المنتجع السياحي المستدام الأنجح في العالم باتباع سياسة صفر تلويث وبمنع استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام أخيرا وليس آخرا يبدو مشروع متر جدة واحدا من أكبر مشاريع التنقل الحضرية في العالم بستة خطوط تغطي مساحة ما يزيد على 176 ألف كيلومتر وأكثر من 85 محطة قطار متر في المدينة ستكون قادرة على نقل 400 ألف راكب يوميا هذه المشاريع وغيرها من المشاريع السعودية العصرية تعكس جهود المملكة نحو التنويع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتي سترمي إلى فتح مجالات جديدة للنشاط التجاري والاستثماري وخلق فرص عمل بالجملة بالشكل الذي يبشر بدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام وبنشاط دائم